اشتركوا في القناة وهو In Vitro Fertilization IVF ونحن الآن في صدد التحدث عن الجزء الثاني من الخطوة الخامسة وهو Fertilization and Embryo Development الخطوة الخامسة بي هي Embryo Development وتحدثنا عن Timeline of Embryo Development in IVF وتحدثنا عن Day Zero يوم سحب الويضات أو Retrieval Day وحكينا عن Day One اللي هو Looking for Fertilization وتحدثنا عن Day Two Checking for Good Cell Division وحكينا عن Day Three وقلنا Day Three هو الوقت المناسب لعمل أي فحوصات جينية للتأكد أنه ليس هناك أي مشاكل في الجينات اللي هي بالفحوصات التي تعرف ب Pre-implementation genetic diagnosis يعني هي أي فحوصات لا الجينات قبل زراعة أو وضع هذا الجنين في رحم الأم فاليوم نكمل من عندي هذه الـ نحن وصلنا عند ما يعرف ب Assisted Hatching نحن قلنا في الـ السلايد السابقة أنه برضو في هذا الوقت اللي هو Day Three طبعا الأمبريو بيكون عدد الخلايا فيه ما بين 6 إلى 8 خلايا وقلنا If a woman is having her embryo transfer assisted تسموها Zona Hatching طبعا هذا زي ما تشايفين بالصورة هذه أنه الأمبريو محاط بهذا الكيس أو الساك فلابد من أنه نخرج الجنين من هذا الساك هذا يسموه اللي هو الـ Hatching ما هو هذا الـ Assisted Hatching أو المساعدة في الـ Hatching طبعا Assisted Hatching is an additional procedure that can be performed in patients who are undergoing in vitro fertilization IVF treatment طبعا هذا يعتبر عملية إضافية لهذول الأشخاص أو المرضى اللي يخضعوا لعملية الـ in vitro fertilization لأن once embryos are created using IVF the embryo is surrounded by a hard outer layer of cells called the zona polisida لما قلنا الجنين اللي بتم تخليقه في المختبر أو بتقانة الـ IVF بيكون محاط ب طبقة من الخلايا بتكون صلبة نوعا ما هارد قاسية هذه الطبقة منسميها zona polisida طبعا you can think of this layer as a shell عادة بفكروا فيها أو بيعتقدوا أنها عبارة عن shell shell اللي هي زي بشرة البيض هذه بسموها shell الآن حتى يتم زراعة الجنين لابد من أن الـ embryo يخرج من هذا هذه shell أو قشرة القشرة اللي تكونت من الخلايا حوالين الـ embryo طبعا الـ embryo must break free of this shell in order to implant into the uterus and develop into a pregnancy يعني إذا زرعنا الجنين كما هو مع outer shell هذه طبعا ممكن أن ولا يحصل هناك لا حمل ولا غيره فبالتالي لابد أنه هذا الجنين يخرج من هذه shell أو الطبقة لذلك assisted hatching is a procedure where we can help the embryo hatch from its shell hatch اللي هو التفقيس يعني الصوس يفقس من البيضة يسموه hatching فبكسر القشرة قشرة البيض ويخرج فهذا اللي بدنا نساعد هذا الembryo على أنه يخرج من هذه طبقة الخلايا المحيطة فيه طبعا لما قلنا the procedure where we help the embryo hatch from its shell by creating a small crack in the zona polyseed لأن شلي منسوي منسوي شعر صغير قليل يعني في هذه الطبقة من الخلايا حتى تبلش التنشق عن الجنين It is believed that assisted hatching can help an embryo implant in the uterus فاعتقدوا أنه بهاي العملية إذا بضعنا شرخ صغير أو crack small crack في هذه الطبقة من الخلايا بتساعد على أنه هذا الجنين يخرج من هذه الشل وبتم زرعه في الرحم طبعا leading to higher pregnancy rate in some patients وطبعا هذا بزيد من نسبة حدوث الحمل الآن how does the assisted hatching procedure work كيف بتتم هذه العملية أول شي assisted hatching is generally performed on the third day of embryo development بتتم هذه العملية قلنا في اليوم الثالث من اللي هي عملية IVF وتطور الجنين الأخصائي أو الأمبريروجيست use a laser to create a very small hole in the zona polyseedra يعني يعني بواسط laser الأخصائي أو الأمبريروجيست بعمل ثقوب في هذه الطبقة أو طبقة الخلايا طبعا assisted hatching can also be done on previously frozen orthod embryos الآن إذا وضعنا بعض الأجنة هذه في ال nitrogen وعملنا لها تجميد ممكن أن نطول واحدة من هذه ال embryos ونذوبها ثم نقوم بعمل هذه أو ممكن أن نعمل هذه الليزر قبل التجميد حساس أنه مجرد ما نحتاج لهذا الجنين من طوله من frozen nitrogen ونزرعه مباشرة طبعا who are ideal candidates for assisted hatching احنا قلنا assisting hatching مش لكل المرضى ولكن هناك بعض المرضى بيحتاجوا هذا assisted hatching hatching طبعا assisted hatching is not recommended for all patients but may be helpful in women who are older more than 37 years old or who have had a prior IVF failure إذن هذه assisted hatching مش لكل النساء مش لكل المرضى اللي بيخضعوا لل IVF ولكن أفضل شيء بتكون للنساء اللي بيكون عمرهم فوق 37 سنة أو كان عندهم عمليات IVF ولكن فشلت في الماضي يعني هذا برجعنا لقصة هذه الزوجين اللي حكينا عنهم اللي عمر الزوج 55 وعمر وعمر الزوج 44 وصال 27 سنة متزوجين بدون أطفال فأكيد أنا بعتقد أنه لأنه عندهم عوالي 14 14 مرة فشل عندهم ال-IVF 13 14 مرة ولا مش متذكر بس بهذا العدد فأكيد عملوا لهم هذه العملية اللي هي ال-assisted hatching حتى زبط محهم الحمل طيب الآن هذا الكل اللي حكينا صار باليوم الثالث الآن في اليوم الرابع الآن the embryo continues to grow and develop into a compact ball of cells about 16 in all احنا قلنا باليوم الثالث كان بين 6 إلى 8 خلايا منقوم مناخد منه ومنسوي فحوصات اللي هي الجينات أو منسوي ال-assisted hatching وإذا ما زرعنا لحد الآن منخلي ينمو في المختبر ويصبح الآن في اليوم الرابع حوالي 16 خلية known as muriola أكيد اللي آخذ embryology are familiar بهذه المصطلحات اللي هي المريول طبعا if compaction does not start to occur on this day blastocyte formation rates are decreased فالآن باليوم الرابع المفروض إنه سير عندي compaction وتتحول ل blastocyte لأن إذا ما صار عندي compaction ما بتتحول المريول إلى blastocyte طبعا إذا تشوفوا الصورة هذه اللي على الشمال this image shows a compacted day for muriola يعني compacted بتكون مضغوطة الخلايا فيها مضغوطة مع بعضها البعض الآن اليوم الخامس اليوم the blastocyte forms الآن إذا ترقنا الجنين ينمو اليوم الخامس في المقتبر on day five the embryo develops into a blastocyte at this stage it is usually possible to grade the inner cell mass ICM the fetal component and the tropho octoderm cells TE the placental component of the embryo يعني في هذه المرحلة المرحلة البلستocyte بإمكاننا الآن نقيم أنواع الخلايا الموجودة في هذا الجنين ما هو fetal اللي هو جنيني ما هو التروفو derm أو TE وما هو اللي بدي يكون الخلايا اللي تكون البلستو الآن embryo transfer are often done on day five الآن باليوم الخامس لما نشوف إنه صار عندي البلستوسايت هو عادة بينقل الآن إلى رحم الأم as well as cryo preservation of any fully expanded blastocyte لأن لما قلنا إحنا ما بناخد بويضة واحدة ومنلقحها لا بناخد عدة بويضات ومنلقحهم ويكون عندي أكثر من embryo في البتري 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 دش إذا إذا عندي ضل بعض الأجنة ما نضجت تماما نخليها تنمو ليوم السادس ثم نقوم بتفريزها لأن day six هو last day of transfer or freeze يعني ما في عندي day seven اليوم ما فيش يوم سابع اليوم السادس هو آخر يوم في عملية ال IVF إما منقله لرحم الأم أو منقوم بتجميده لأن إذا ما تم نمو الجنين أكيد ما رح ينمو أكثر من هيك فهذا الكلام حكيناه في اليوم الرابع إذا ما صار عندي compaction في اليوم الرابع وتحول ل blastocyte إذن ما رح تكون عندي جنين ورح تفشل العملية اليوم الخامس هو اليوم اللي منقوم في الآن بنقل الجنين في العادة إلى رحم الأم أو التجميد نلجأ لليوم السادس إذا كان عندي أجنة مش ناضجة تماما منقليها تنضج لليوم السادس ثم منقوم بإما زراعتها في أو وضحها في الرحم أو منقوم بتجميدها بالليكويد نيتروجن طبعا هذا مخطط ل التايم لاحظوا ٤ vitro fertilization cycle دي أو فراتريفل سمينا دي زيرو هي الأوصايت اكس هذه هي بويضة تم سحبها من مبايض الأم دي وان بتم عملية التلقيح هي جمع الحيوانات المنوية مع البويضات ولاحظوا اللي هما التو أو بسموهم التو نيوكلياي واحدة منهم من الحيوان المنوي والثانية من البويضة وإذا ما شفنا هذه النواتين إذا شفنا أكثر معناته العملية فاشلة بعدين 2, 3 and 4 في عندي اللي هي انقسام الخلايا تنقسم لحد قلنا اللي هي الموريلا ل 16 خلية بعدين تتحول إلى بلاستوسايت في أيام 5 و 6 و 7 هون حاطين بس عادة ما حدا بسنة اليوم السابع إلا إذا في لليوم السابع فمبعادة 6 أيام ولكن ممكن إذا في الأمور عافية إنها بتتحسن ممكن تقلوا لليوم السابع طبعا باليوم السابع الخامس و 6 و 7 في عندي البلاستوسايت و بيصير عدد الخلايا فيها تمانين أو أكثر من تمانين خليين طبعا لما أنتم شايفين هذه الصور أخذت للي development of embryo in vitro embryo development في عندي اللي هي time of retrieval هذه هي البويضة والم 2 اللي هي all site with pp mature أصبحت ناضجة هذه البويضة ثم تم اللي هما 2 pre-nuclei اللي حكينا عنهم هدول بعد عملية التلقيح بعد ما تتلقح وتنجم ينجمع ما بين البويضة والحيوان المنوي بتصبح عنا هذه المرحلة بعدين مننتقل ل 4-cell embryo بعدين 8-cell embryo بعدين fully grown blastocyte هذي هي اللي بسموها timeline of embryo development اللي هي a day-by-day timeline of what happens in the embryo in the IVF lab هيك منكون كمنا هذي المحاضرة أو السلايدات و إن شاء الله منتابع مع بعض في المراحل الأخرى بس خلينا وقف ترجمة نانسي قنقر أخصح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لطيف الترجمة نانسي قنقر